السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بإذن الله سوف نقوم في هذا الفيديو بحل الأسئلة طبعا هنا في صفحة 18 في السؤال الأول لماذا لا يمكن الاعتماد على الطاقة في السؤال الثاني تنتقل الخلية الشمسية الكهرباء عندما تتعرض لشعة الشمس وكذلك في السؤال الثالث عندما تنتشر موجة عبر سطح البحر طبعا هنا نقوم بحل الأسئلة في صفحة 18 في السؤال الأول لا يمكن الاعتماد على الطاقة الرياح أو الطاقة الأمواج كمصدرين للكهرباء لأنهما غير ثابتين في السؤال الثاني طاقة ضوية وطاقة كهربائية أما في السؤال الثالث فهي الطاقة الحركية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في السؤال الثالث فتحول الطاقة النووية إلى طاقة حرارية غير متجددة سؤال السبب حدد ما إذا كانت مصادر الطاقة الآتية متجددة أو غير متجددة مع ذكر السبب طبعا عندنا هنا في السؤال الأول طاقة نووية تعمل باليورانيوم وكذلك في السؤال الثاني طاقة الأمواج فالإجابة ألف طاقة متجددة لأن اليورانيوم ينفذ وينضب وكذلك في باء متجددة لأن الأمواج جديدة كل يوم ترجمة نانسي قنقر الآن ننتقل للسؤال الحادي عشر أحسب كفاءة المصباح طبعا هنا تكون الموفر للطاقة من الطاقة الظاهرة في شكل 11 أربعة كذلك في السؤال الثاني عشر تنتج محطات طاقة الكهربائية هنا تعمل بالفحم الحجري من الطاقة الكهربائية عندما تزود باء بالطاقة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة